اه حبيت اطلع في الفيديو دوت اوضح كم حاجة في القناة واشكر الناس اللي انتبعنا بعدد الفيديو اللي احنا وصلنا له اتنين مليون وتلتمائة الف ده شيء كويس يعني فقال لي من خماش شغور بجانب اتنشر الف امتابع يعني ويعايزين نوصل لكتر فطلعت في الفيديو دوت اشرح كم حاجة واقول لكم اقتراحات في القناة بتاعتنا تمام وبرضو انتو هتقولولي اقتراحات في القناة ديت واعرفكم نظام شغلنا مش ازاي لان في ناس مش مقدرة الشغل بتاعنا او بتقول الشغل بتاعنا ضعيف واللي احنا مركزين على الحاجة معينة. احنا مركزين على الحاجة معينة الفترة ديت لان الطلب انا طلبة الحاجة ديت. بس الحاجة التانية كانسلناها. نبدأ يعني? نبدأ. على عموم. اه لما اسكن القناة انا واحد. تمام? احنا الاتنين نسكنوا القناة ديت. انا وزياد. نسكنوا القناة ديت. اه يعني شرقة من الاخر. هو مقسم الشغل هو نصه وانا نصه وهكذا. ازاي انت ماسك نصه وهو نصه. ايزين نفهم. هفاهمك. دلوقتي احنا عشان نعمل فيديو او فكرة اكام علومة مثلا هنوصله لكم. زي الجن العاشق او الجسوم او غيره. طبعا احنا بنبدأ كفكرة. بنشوف هنتكلم عن ايه. وصلنا للفكرة. تمام. نبدأ بقى نجهز التقرير مع بعض. نحاول نجيب المعلومات لاثباتات. واحنا نبدأ نفصل التقرير دوت واحدة واحدة انا وزيزو. تمام? نبدأ بقى نشوف هلو التقرير دوتين فعلي هيتقلب الصوت ام لا هيتقلب اللغة العامية او الفصحة. وهكذا. نزبط كل دوت. نتفق. مين اللي هيطلع يقدم الشرح دوت? انا? ولا زيزو? ومين اللي هيعمل لها هندسة الصوت? فطبعا زيزو مسلا هو اللي هيعمل للاداء الصوتي بهندسة الصوت او انا وهو هنشترك مع بعض في اداء الصوت. تمام? هو يسجل مقطع وانا مقطع كان برد عليه. وطبعا كان في فيديوهات بنفس الاسلوب. هكذا. خلصنا كل دوت بدأنا التسجيل زيزو سجل عمل هندسة الصوت بما انه محترف عني في هندسة الصوت وبيعرف يعمل آآ حاجات في الحوار دوت. فانا بسيب له هندسة الصوت بالاداء الصوتي. تمام? هو اللي متخصص في الحوار دوت. طبعا ييجي ليه. يبدأ يقول لي انا عايزك تعمل لي منتاج. للفيديو دوت. آآ او تعمل فيديو جرافيك. او القرى اللي بتعمل صوتيات اللي احنا برضو بنعملها في فيديوهات. فهو ييجي ليه. عشان عندي خبرة عنه في الحوار دوت. في المنتاج والفيديو جرافيك. فانا اللي بصمم كل الشغل دوت. نيجي لحوار الموسيقى. ساعة بنجيب موسيقى جاهزة. تمام? بس ما يكونش فيها حقوق نشر عشان اليوتيوب. ممكن يعمل لنا حقوق نشر في لنا القناة. فانا بنحاول على قد ما نقدر نصمم ما يعني موسيقى او نجيب موسيقى من برة ما تكونش فيها حقوق. وهكزا. يخلص المنتاج ونعمل للفيديو وهكزا. نرفع الفيديو على اليوتيوب بتاكات معينة وتفاصيل معينة عشان ما نقعش فيها. لان ممكن نقع في الحوار القناة تتقفل او غيره. ونزعل عليها. وطبعا بما ان النت يعني عندنا في مصر وحش. فبياخد وقت معنا. طب الفيديو دوا بياخد من نا قد ايه? اا ساعة اتنين تلاتة? لأ ده ممكن ياخد مننا يوم واتنين وتلاتة. لاننا سعب نطبق على الشغل دوا بياخد مننا وقت. وما قلوكوش يعني على امكانيات الاجهزة. اللي معنا احنا قاب نقدم محتوى كويس. وشغل حلو. وفي ناس مقدرة كده. بس احنا معنا امكانيات قليلة جدا يعني خلي بالكو قوة تفكروا اللي احنا معنا امكانيات عالية قوي. لأ ده الامكانيات على الاد. امكانيات قليلة بالشغل دوت. بشيء كويس. نيجي كمان لحاجة اا في ناس برضو محتارة. البيج والجروب بتاعتنا على الفيسبوك مش شغلين. طب ليه? احنا ما بقانيش شايفين ان الموضوع ده حلو قوي. لان زي ما بنقول اطفال المجال كترت قوي على الفيسب. يعني واحد ديكم اقول لمسال. ممكن ظهر ميت جروب وميت بيديو. تمام? وكزا تيم. ظهر. فالمعلومات بكتعتهم كلها هارية. بمعنى ادق. يعني ما لهاش اي تفاصيل ولا لها اي معلومة ومعلومات غلط. فلزلك هي هيها في كل مكان. فالناس عقلها اتحط في المعلومات ديت ان دية الصح. لان الكل بايه? بيقول ده بيقول وده بيقول نفس الكلام كوبست. لما احنا نبقى مختلفين عن الناس ديت. فطبعا في ناس مش هتصدقنا. معنى انا جايبين اثباتات وكل حاجة. بس برضو المشكلة في كل حاجة ان الدماغ لما بتشوف حاجة متقررة قدامها كزا مرة فدية هي اللي بتثبت. ان دية هي الصح. لك لما يشوف الحاجة من وجهة نظر مختلفة ويمشي بسكة تانية. يعني لو مش بسكة تانية هيلاقي ان دوت صح الكلام اللي بيتقال دوت الاثباتات ده صح. انما التانيين بيقولوا اي كلام خلاص. فلزلك ما بقتش حطين في دماغنا ايه يعني احنا مستولين على بنصة اليوتيوب. انها احسن اه تفاعل اكتر اه بنجيب الناس من هنا ومن هنا ومن هنا. وهكذا الشغل. ده شغلنا عن متن اللي احنا مشيين به. تمام? على اليوتيوب او غيره. شغلنا احنا بنمشي كده. ما سمين شغلنا هكذا. تمام? نيجي بقى لحاجة معينة عايزين تطوير للقناة. هنطور القناة ازاي? قبل ما احنا هنطور معداتنا. تمام? القناة عايزة تطور من حاجات كتير. ودية التطوير هيجي من الناس اللي بتتبعنا. يعني هتقول لنا احنا محتاجين ايه بالزبط محتاجين اللي احنا نطور في السستم بتاع الشغل. اه الشكل بتاع الفيديو. شكل الانترو. اه شكل الفوتوشوب وغيره والحاكات دية. فالناس هي المفروضة هي اللي هتقول لنا ازاي نطور في شغلنا من دوت. اه تقدم علينا اطراحات. تقول لنا نقدم ايه كمان? يعني احنا حاليا بنقدم افلام روض. تمام? طيب احنا عايزين نغير. نرجع للقديم بقى اللي احنا نعرض معلومات ومواقف وقصص. تمام? وزي ما احنا كنا عاملين. ونرجع للبرنامج اللي احنا كنا عاملينه. تعرض منه ثلاث حلقات ووقفنا. تم الناس تقول لنا احنا نعمل ايه? هل انتم نعرض افلام? افلام ايه بالزبط? نعرضها لكم ونرفعها عليكم على اليوتيوب? وايه المعلومات اللي انتم عايزينها? سواء معلومات عامة او معلومات عن الرعب عامة في السحر او الجن او الروحنيات? ايه لما اخره? وعايزين القصص الصوتية تبقى ازاي? يعني عايزين القصص الصوتية اه بتحكي عن ايه بالزبط? اه اللي انتم بتحبوه بالزبط عشان نعمله في القناة. نطور من القناة ونرفعها عشان نكبر برضو مع بعض. لان انتم لما هتكبرونا تمام? في القناة دي ايه احنا هيجلنا يعني يوتيوب هيبعت لنا ربح. فالربح دوت يعني انا مخبش عليكم. يعني احنا فيه ناس بتكسب من اليوتيوب واحنا برضو بنكسب. بس احنا الربح عندنا فيه مشكلة واقفة عندنا. فاحنا بنحاول نشغله. احنا بنقماشي. احنا هنكسب هكذا. طب لما هنكسب اه احنا هنعمل قبل الحاجات دية. احنا هناخد الفلوس دية بنطور معدات. يعني فاهمين احنا عايزين دعم عشان نحاول اللي احنا هنطور معدات ونطور الشغل عشان للمتابعين مش لينا. يعني احنا هنطور به الشغل والقناة. فاحنا بنحاول نرفع بالقناة اكتر فاكتر. ويعني بجد تسلموا. تسلموا بجد. بالتفاعل اللي انتو عاملونا للقناة والرفع اللي انتو عملتوه ده يعني في فيديوهات انتو دخلتونا فيها. وده كويس. فانا بشكركم على الحاجة دية بجد. ولو احتاجتم اي حاجة تقدروا تكلمونا على بتاعتنا او الاكاونتات. تمام? تلاول الاكاونتات في الديسكريبشن وكل حاجة موجودة عندكم في الديسكريبشن تحت في الوصف. كل حاجة انتو عايزين اتلاقوه في الوصف. تمام? احتاجتم اي حاجة اقولولي. ما تنسوش تقول اقتراحكم وتطوركم للقناة. عايزين ايه بالزبط? الاقتراح? وهكزا. طبعا ابقى اشوفكم في فيديو تاني. تمام? واعتبر ده فيديو نبزة بسيطة عننا. لنا تم معاهية. اعمل فيديو جديد.